بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم بكل الخير في ذوء المتابعة اليومية للحالة الوبائية ونظراً لسوء الحالة الوبائية في منطقتين غور الصافي وغور المزرعة في محافظة الكرك فقد تقرر فرض حظر التجول الشامل في المنطقتين لمدة أسبوعين وذلك اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق 2009-2020 وقد تم تفوض اللجنة الأمنية برئاسة الحاكم الإداري بفتح المنشآت اللازمة لاستدامة الحياة الأساسية للمواطنين ووضع آلية للسماح للمواطنين بقضاء احتياجاتهم الأساسية بأوقات متفاوتة بحسب المناطق تضمن الحد الأدنى من الاختلاط في الأماكن المختلفة وذلك سيراً على الأقدام كما تم تفوض الحاكم الإداري باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة للمزارعين عند الضرورة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستدامة عمل شركة البوتاس والتعامل مع الحالات الإنسانية والطالعة وأؤكد هنا أن خلية أزمة كورونا تراقب عن كثب تطورات الحال الوبائية في جميع محافظات ومناطق المملكة وتدرس مع الفرق الحكومية والأجهزة المختصة الإجراءات الميدانية الواجب اتخاذها لحماية المواطنين وندعو المواطنين للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم كمسئولية مباشرة وحماية المجتمع كواجب ومسئولية مجتمعة متمنيا السلامة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته